لم الشمل هو عنوان القمة العربية 31 بالجزائر والتي تأتي في ظل مساعن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية خاصة في ظل تحديات القائمة والمتعددة على المستويين الدولي والإقليمي من أهم تلك التحديات تبعات جائحة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية وما فرده ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية فاطيمة خليل والمزيد من التفاصيل في هذا العرض أهلا بكم تنطلق القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين في الجزائر واستطفاع الأمال العربية للوصول إلى حالة من الوفاق والاتفاق على العديد من القضايا الإقليمية ومواجهة تدعية الأثار السلبية للأزمة العالمية مما يجعل تلك القمة تحمل أهمية كبيرة خاصة أنها تأتي بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا كما أنها أول قمة لاورقية في تاريخ الجامعة العربية تعتبر هذه المرة الرابعة التي تحتضن فيها الجزائر أعمال القمة العربية حيث احتضنتها لأول مرة عام 1973 ثم عام 1988 وأخيرا عام 2005 وهي القمة التي تتزامن مع تخليد الذكرى الستين لتأسيس الجامعة تأتي القضية الفلسطينية في صدارة جدول أعمال اجتماعات القمة والتي تشهد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولاته المستقلة التدعية المختلفة لأزمة كورونا والأزمة الأوكرانية والتدعية السلبية لتلك الأزمة من السياسة إلى التاقة والاقتصاد والغذاء من أبرز الموضوعات التي تناقشها القمة حيث تسعى الدول العربية إلى بلورة رؤية مشتركة وكذلك استراتيجية تعاونية للتعامل مع هذه التحديات بشكل أفضل وأكثر فعالية وأقل تكلفة على مختلف الأطراف العربية والوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي العربي كما تبحث القمة عددا من مشروعات القرارات التي تعكس إرادة عربية مجددة بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية ولم الشمل العربي وتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك من خلال توحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الرهنة على مختلف الأصعادة تبحث القمة الملف السوري والدعوتها إلى ضرورة تغليب لغة الحوار ووقف الفوضى في الداخل السوري وإطلاق حوار سياسي بين الفرقاء السوريين الداخل وخارج سوريا والتوصل إلى حل للأزمة واتفاق نهائي يحفظ وحدة سوريا وكرمتها واستقرارها وسيدتها تبحث القمة أيضا الشأن اليمني والمطالبة بوقف العنف في اليمن وضرورة الإسراع في تطبيق بنود اجتماع ستوك هولم واتفاق الحديدة الذي قبلت بمجابه الأطراف المعنية البدء الفوري في إجراءات السلام والمصالحة الوطنية اليمنية القمة كذلك تناقش الأوضاع في ليبيا والتأكيد على أهمية إجراءات الانتخابات الرئاسية بالبلاد من أجل تحقيق الاستقرار السياسي المنشود في البلاد قمة عربية تحمل شعار لم الشمل العربي وهو ما يتطلع الجميع إلى تحقيقه من أجل توحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الأصعاد اشتركوا في القناة